فالراجل بيقولك لا أمريكا بتاعت تبص نظرة تانية للدول الخليل ليه؟ لان احنا هنا بنتكلمش على ان اسرائيل هي وحية الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط وان هي الواحة الوحيدة المستقرة في دول متقلبة احنا بينا نشوف العكس ان اسرائيل دلوقتي بقى فيها حكومة هي الاكتر تطرفا منذ نشأة الكيانة الصهيوني لحد دلوقتي اللي جي بيها نتانياهو لان خلي بقى لك نتانياهو دي تالت مرة يشكل حكومة مرة التالتة دي خراب ده جايب كل المتطرفين من أحزاب يمينية متطرفة يشكل بها حكومة لحتى ده جايب ناس عليهم أضايا فساد قال لك والله احنا عدل لهم القانون عشان يجوا وزراء والدليل على كلامي ده ان الحكومة الاسرائيلية دي متطرفة للغاية هو ان طلق مسؤول الأمن القومي في الحكومة الاسرائيلية راح يزور الأقصى وقال لك اصل المعبد الصهيوني ومش المعبد المعبد ده حاجة مهمة جدا والكلام ده كله ده بيولعوا اسرائيل بتولع وحكومة نتنياهو دي هتيجي بالضمار وخلي بالك اللي بيعمله حكومة نتنياهو ده ان هو جاب ناس متطرفة هو أصلا مش عارف تحكم فيهم هو نفسه مش عارف تحكم فيهم لأن زيارة وزير الأمن القومي الصهيوني للأقصى ده عادة راقبة نتنياهو لأن نتنياهو أصلا عاوز يطبع مع السعودية أو ده هدفه ترجمة نانسي قنقر